أعرض معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها لجنة الشؤون الخارجية ودفاع والأمن الوطني بمجلس النواب وأعضاء السلطة التشريعية في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودول العالم على مختلف المستويات وأكيدا معاليه حرص وزارة الخارجية على دعم تلك الجهود واستمرار التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية جاء ذلك خلال اجتماع معالي وزير الخارجية بلجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين بمجلس النواب وخلال الاجتماع اطلع معالي وزير الخارجية بل أطلع معالي وزير الخارجية اللجنة على أهم ما تحقق من خلال مشاركة مملكة البحرين في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مواقف مملكة البحرين إزاء القضايا على الساحة الإقليمية والدولية كما تم تبادل الرؤى وتشاور حول أهم المستجدات والتطورات في المنطقة من جانبه شاد النائب محمد السيسي البوعينين بالدور الكبير الذي يقوم به معالي وزير الخارجية في تعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم استنادا إلى الاحترام المتبادل والعمل المشترك الذي يخدم مصالح الجميع وحرص معاليه على التواصل والتشاور المستمر مع مجلس النواب ترجمة نانسي قنقر